بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله مع درس جديد من دروس الهجرة النبوية الشريفة درس يوضح لنا مكانة المرأة في الإسلام المرأة لها مكانة ولها قيمة في الإسلام أوصان الله بها خيرا وأوصان النبي بها خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا المرأة التي كانت تأتي بالطعام والمؤنة للنبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين من ذات النطاقين سيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج أحد المبشرين بالجنة زوج سيدنا الزبير بن العوام ذات النطاقين لأن السيدة أسماء كانت شقت نطاقها الحجاب بتاعها أو الطرحة بتاعتها وكانت تضع الطعام لسيدنا رسول الله ولأبيها فيه وكانت تأتيهم إلى الغار وتأتيهم بالطعام لمدة ثلاثة ليالي التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصديق في الغار المرأة لها مكانة في الإسلام آلها مكانة في الإسلام كرمها الإسلام أما وأختا وبنتا وزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم أوصان بهن خيرا المرأة لها موقف في الهجرة جميل جدا بعدما سيدنا النبي خرج من الغار هو سيدنا أبو بكر ومشيين في الطريق إلى المدينة المنورة وجدوا خيمة في الطريق هذه الخيمة لامرأة يقال لها أم معبد الخزاعية الأنصارية أم معبد كانت ست من الأنصار من بني خزاعة وسيدنا أبو بكر استأذن منها هل عندك من طعام هل عندك من شراب قالت ما فيش عندنا طعام إلا شويها شويها يعني تصغير شامعزة صغيرة في الخيمة ما فيهاش لبن فسيدنا النبي قال لسيدنا أبو بكر لها هاتي هذه الشويها فجاءت بها فمسح النبي على ضرع الشاه شوفوا بقى البركة النبوية سيدنا النبي وضع إيديه الشريفة على ضرع الشاه فامتلأ الضرع باللبن فحلبت الشات في التوي واللحظة نزلوا اللبن فأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اشرب يا أبو بكر يشرب سيدنا أبو بكر وتشرب أم معبد ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم وضرع الشات مليء باللبن فشرب حتى ارتويا وارتوت أم معبد وبعد ذلك دع النبي لها بالبركة هو وسيدنا أبو بكر الصدق وانصرف مرأة عربية عندها من كرم الضيافة ما عندها بعض الناس يظن أن إكرام الضيف هيؤثر على ما عندك من خير أبدا رحم الله من قال وما لي لا أفرح بالضيف وأبش من نظري إليه وهو يأكل رزقه عندي ويشكرني عليه الضيف له حق عليك حق الإكرام ومن صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الضيفان وسيدنا إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دا الملائكة دخلوا عليه أمدبح لهم عجل سمين وفآتني عجل حنيذ يقدم لهم هذا الطعام إكراما لهم لأنهم ضيف عليه وسيدنا النبي كان يكرم الضيفان ويقر الضيفان صلى الله عليه وسلم سيدة أم معبد أكرامت سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر الصديق بذلت ما عندها مع إن اللي عندها قليل شويها ضعيفة بعض الناس يقول لك ده أنا ما عنديش حاجة أقدم له إيه عدم الجود بالموجود سوء ظن بالمعبود علم أولادك الكرم علم زوجتك وأهل بيتك الكرم أن الضيف يأتي بالخير معه أن الضيف إذا أكرمته فأنت تنفذ هدي رسول الله أنت مؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه انطلق سيدنا النبي وسيدنا أبو بكر إلى المدينة المنورة جاء زوج أم معبد فحكت له الحكاية قالت له جاءنا رجل مليح الوجه وسيم قسيم بسيم لا بالطويل ولا بالقصير وهو أجمل الثلاثة منظرا أخذت توصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن سيدنا الشيخ صالح الجعفري جمع الأوصاف بتاعتها في أبيات من الشعر بتقول أو بيقول عن الكلام اللي قالته السيدة أم معبد وهو العمدة في وصف رسول الله وصف أم معبد للنبي ده الكلام العمدة في اللي العلماء أخذوه في الوصف النبوي حتى الإمام الترمذي اعتمد عليه في كتاب الشمائل شوف سيدنا الشيخ صالح بيقول على كلام أم معبد في الشعر بيقول إيه بيقول عظيم هامة وكث اللحية وواسع الصدر مليء الحكمة وأبيض اللون بهي الطلعة ومشرب بياضه بحمرة مفلج الأسنان ذو بياني نبينا وأشنب الأسنان وأكحل العينين ذو جلالي ذو دعج يزيد في الجمال عن شحمة الأذنين لا تزيد لمته سوادها شديد كجيد دمية بياض عنقه وطاهر مطهر في خلقه وأنفه كالسيف في الضياء وهو كالجود في العطاء كأنما ينحط في مشيته من صبب وذاك من قوته وصوته أحسن الأصوات يسمع للآلاف كالمئات لما حكت لزوجها الأمر زوجها الله ده صاحب قريش ده محمد نبي آخر الزمان وأرى أنه قد جاء وقته وزمانه وآمن به بعد كده هو السيدة أمه معبد فلما أصبح في الصباح سمع من يقول جزى الله رب العرش خير جزائه رجلان قال خيمتي أم معبدي هما نزل بالخير وارتحل به وفاز من أضحى رفيق محمدي صلى الله عليه وسلم يبقى المرأة لها دور عظيم في الهجرة المرأة التي أكرمت النبي سيدة أمه معبد المرأة التي كانت تأتي بالطعام والمؤنى للنبي ولأبيها سيدة أسماء بنت أبي بكر لسه في دروس أخرى عن الهجرة أروح فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب اشتركوا في القناة